من ناس كلها شكرته لأنه يستحق الشكر هناك رجل الله يرحمه الوزير العمري فاروق الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بدأ شرارة تطوير الألعاب الجماعية داخل النادي الأهلي الحقيقة مفيش أحسن من الانتصارات وأن أنت تعيش أجواء الفرحة ولكن أنا عمري ما هيعيش أجواء الفرحة داخل النادي الأهلي أو خلال هذه الفترة إلا دايما لما أتذكر نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق في ودوره الكبير مع مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة kayak العادة كابتن محمود والوزير العمري كانوا متفاهمين في كل شيء متفاهمين في كل شيء اواعوا تصدقوا كلام اللي كان بيتقال أبدا لكن الوزير العمري والكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي اتنين مش عايز أقول لحضراتكم من الكابتن الخطيب في كل خطوة كان دائما التشاور مع مجلس الإدارة بالكامل مجلس الإدارة بالكامل الحياة ولكن في الألعاب الجامعية لأنه كان كابت خطيب مدي للوزير العامري كل الصلاحيات في هذا الأمر ومدي له المسئولية في هذا الأمر وكان له دور كبير جدا 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 وإن كان له الدور الأبرز في الوصول اللي حضراتكم شايفين الجمهور ده حضراتكم وأنتوا قاعدين بتحسوا اللي حطوا صورة الوزير العامري كده يبقى عارف إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل وإيه اللي كان بيحصل مسندة مجلس إدارة ومسندة كابت الخطيب هي اللي ودتنا لهذا الكلام عشان كده دايما أنا بقول لحضراتكم عمري ما حنسى الوزير العامري فاروق مش أنا لوحدي أي أهلاوي في مصر أو غير أهلاوي بالمناسبة بيتذكر هذا الرجل بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب وكل بطولة إن شاء الله ربنا هيكرمنا من المباريات الألعاب الأخرى أو من بطولات الألعاب الأخرى ربنا هيكرمنا فيها حنروح ونقول للوزير العامري فاروق الله يرحمك كنت مثال صادق ومثال للوفاء الحقيقة وحب النادي الأهلي وحب كيان النادي الأهلي فألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وألف مبروك للوزير العامري فاروق في تربته بنقوله ألف ألف مبروك يا سيد الوزير على البطولة الأولى اللي كانت مبارح الحقيقة بطولة السيدات كانت البطولة الأولى بعد وفاته ولكن سيداتك ورجالتك في النادي الأهلي في الألعاب الأخرى وفي كرة القدم كمان إن شاء الله يجبولك بطولة الكاس كاس مصر إن شاء الله ويكون إهداء لنائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فارغ مش عايز أنت